طبعاً في عام تسعين عندما اشتاحت قوات الجيش العراقي الكويت كان عدد السكان في الكويت حوالي 1800 مليون و800 ألف أقل من مليونة كان الكوتيين اللي يحملون الجلسية الكويتية حوالي 800 ألف يعني تقريباً هو نص السكان يعني 1800 مليون و800 بالكتير كان عدد السكان كانت الجالية الفلسطينية في الكويت 400 ألف وهي جالية تعتبر الكويت وطنها الثاني لأنه هي ليس مثل طبعاً الجاليات العربية التي يأتي للعمل ليعود إلى مصر أو يعود إلى لبنان أو إلى غيره مستقرة وبالتالي مدخراتها هناك صرفها هناك إلى آخره ونشأت وكانت من أولى الجاليات التي جاءت وساهمت مساهمة كبيرة في نشأة الكويت التي نعرفها وعلاقاتهم كثيرة متشعبة مع أهل الكويت أيضاً فالجال الفلسطيني كانت تقريباً ربع السكان وطبعاً هذا بالنسبة لي أنا كفلسطيني هذا كان يعطيني فرصة للاحتكاك بالفلسطينيين يعني هذه مهمة عندما طبعاً في الفترة الأخيرة كان في بعض المشاكل بالنسبة لإقامات الجاليات غير الجاليات العربية وغيرها لأنه في الكويت في حرص على التوازن السكاني فكان هذا يجعل الكثير من الفلسطينيين يعانوا بعض المعاناة في هذا الأمر حتى مثلاً لما كنت أريد أن نستخدم مثلاً أخت زوجتي أو أخت زوجة أخوي اللي هي أخت كوتي لكن هي مثلاً فلسطينية كان هذا مشكل وكان لا يتم حل الأمر غير بتدخلات خاصة عادةً كنت أتصل براشد الراشد الله يرحمه وقالي هو كان وكيل وزارة الخارجية في الكويت أو غيرها لحل الأمر يعني كنا مقيمين طبعاً في الكويت كان والدي موجود في تونس والدي كانت عنده بالصدفة تزوره ونادراً ما كانت تذهب لزيارته يعني كانت هاي يمكن أول مرة تذهب لا يمكن قامت بها قبل ذلك مرتين كان في الصيف طبعاً هو في شهر 8 أخوي هيثم كان يعد أظن الزمالي في بريطانيا لكن أسرتي أنا أم الأولاد كوتية وأولادي هناك وأخوي أسامة وأولاده هناك وأخوي ناصر لم يكن متزوجة لكن كان هناك أختي بشرة متزوجة من طريق وجيه المدني ابن وجيه المدني العسكري الكبير الذي زامل دايان وتفوق عليه في كلية سانت هيرست كما أسمع في بريطانيا وهو أسس الجيش الكويتي وأسس أيضاً الجيش السعودي وأسس الجيش التحليل الفلسطيني كانوا موجودين في الكويت أنا كنت أحضر مؤتمر في نقابي في السودان أنا برفقة أستاذي الأستاذ جمال بنا رحمة الله عليه وعندما جرى ما جرى بتذكر كصار في صدام بيني وبين بعض الأخوة العراقيين اللي قالوا أنه سنجري استفتاء هذا الثاني يوم يعني والكوتيين سيقرر وكذا فأنا قلت له أنه إذا جرى هذا الاستفتاء لن تجد كويتياً واحداً يقبل بما جرى في الكويت وهذا الذي تقوله أنت وقتها كان وقتها أظن هناك من أعلن أنه حكومة مؤقتة أو شيء من هالنوع يعني في الكويت قلت لهم هذا كله كلام وهذا كان مفهوم مع أنه عشية الاشتياح الكويتي كان شعبية صدام كبيرة في الكويت وفي المشرق كله بسبب وقوفه أمام يعني ما يسمى بالمدمد الإيراني لكن هي أظن كانت خطيئة كبرى شعبية ومش في الكويت في الدول العربية في الدول العربية كلها وبخاصة في الكويت كان يتغنى باسمه لا الكويتين قبل الفلسطينيين يعني هذا شيء غير مقبول شايف وغير مدروس وكانت يعني عمل غير متبصر يعني وكان مثابة الانتحار وكان ممكن يكون فيه طريقة أفضل للانتحار وهي أن يوجه الصواريخ مباشرة إلى الوجهة الأخرى وكان العالم العربي سيقف معه مرغما يعني لكن هذا لم يحدث يعني فحينها وأتذكر أنه صار اتصال بيني وبين الوالد وفهمت أنه الوالد كلم راشد الراشد عندما علم بالأمر كان وكيل وزارة الخارجية في الكويت اللي هو يعني اليد اليمنى للشيخ صباح الأحمد اللي كان وزير خارجي اللي أصبح فيما بعد الأمير شايف وصار حديث لأنه يعني تحدثوا معه مبكرا يعني أيقظوا في الحقيقة كان شيء مفاجئ كان شيء غير متوقع والمهم أنا من هناك قال لي الوالد ذهبت إلى القاهرة لأنه كانت طريق عودتي إلى الكويت لكني استمررت هناك ثم ذهبت إلى الوالد في تونس حيث ذهبنا سوية إلى المغرب الوالد كان له منزل كان قد ابتعه له صديقه الحميم الأستاذ المهدي بن نونة الرجل المغربي الكبير رحمه الله وهو عائلة تطوانية تربطه بفلسطين تربط العائلة بفلسطين يعني علاقات معروفة خاصة لأهالي مدينة نابلس أنا مريت في تونس لأخذ الوالدة وأنت أجي للمغرب يعني أنا لم أستقر في المغرب أنا جئت بطلب من الوالد اللي تعال اذهب أنت ووالدتك إلى المغرب هناك منزل لنا كان قد اشتراه من سنة أو أكثر المهدي بن نونة وهناك التأمت العائلة العائلة جاءت إلى الكويت نتيجة تعليمات من القصر الملكي أولاً عدد كبير من الفلسطينيين خرج كما خرج عدد كبير من الكويته أنه ماذا يفعل والحرب على الأبواب هناك من نعم 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 يعني خرجوا إلا الفلسطينيين الذين لم يكن لديهم أي مكان يذهبوا إليه اللي عندهم مثائق سفر ووقتها النظام العراقي كان يقول للفلسطينيين ماذا تفعلون هنا في المحافظة التاسعة عشرة ولا لا أدري مرقمها متى تذهبوا إلى بقية أقاليم العراق باعتبار أن الكويت كانت ملحقة في العراق وحتى في اجتماع جرى مع كبار المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير في الكويت قيل لهم هذا لماذا أنتم هنا في الكويت يذهبوا إلى بغداد لكن أيضا الحقيقة كما هو الشأن في المغرب كان والأردن بشكل خاص السيناريو الذي حدث أنه ستأتي أمريكا لتخرج العراقيين من الكويت المنطق الجماهيري المنطق الشعبي لا يقبل هنا أنه يأتي الأمريكان لإخراج صدام وهنا لا يعني أنا في قناعتي أنه غالبية من كانوا ضد التدخل الأمريكي في الكويت كانوا أيضا ضد اجتياح الجيش العراقي للكويت لكن هذه الدقائق ليس من السهل أنك أنت تتلمسها خاصة أنه هناك كان جالية فلسطينية في الكويت كان عدد كبير منها مجيشة في التنظيمات البعثية واستقدمت إلى الكويت مع أنه لهجتهم عراقية أكثر منها لهجة فلسطينية لكن هؤلاء باعتبار أنهم فلسطينيين أيضا كان هناك كثير من يعني هذا أنتج كثير من المرارة بطبيعة الحال لدى الكويتين لكن الحقيقة أنه من تضرر أكثر مما حدث فيه في الكويت ليس فقط بعد انتهاء الاجتياح الكويتي وخروج القوات العراقية حتى قبل ذلك المتضرر الأساسي الذي كان يدفع الثمن هم الجاليات الموجودة في الكويت وبشكل خاص الجاليات الفلسطينية الجال الفلسطينية بشكل خاص يعني تقطعت بها السبل والآثار الاقتصادية التي نالت من الفلسطينيين نتيجة ذلك تكاد تكون أكثر مما نالتهم في عام 48 كان الأمر عدديا أو بالحجم لأنه في 48 تدخلت جهات دولية وعربية ووفرت المأوى لكن في التسعين لم يكن هناك أحد يلتفت إليهم ولكويتين أيضا كانوا تحت حماية حكومتهم أينما خرجوا كانت تغطي مصاريفهم واحتياجاتهم وهذا شيء يعني مطلوب من الحكومة وقد قامت به في ذلك الوقت يعني على أحسن حال هذا غير صحيح هو الموقف الفلسطيني عموما كان يريد الحل العربي أنا أتذكر أنه عندما جئت إلى تونس جرت مكالمة بين الوالد وبين الشيخ صباح الأحمد وقالوا له الوالد أنا أنتظر الوقت القريب إن شاء الله لأزورك في الكويت وقد عدت غانما سالما وقال له أي شيء أنا أستطيع أن أقوم به سأقوم به طبعا هذا في ظل جو شعبي فلسطيني كان وعربي كان يتثنى طربا عندما يسمع أن الصواريخ العراقية تضرب تل أبيب وتضرب العدو الصهيوني الوالد وآخرين كان لهم دور في محاولة استباق الأمور وانسحاب العراق ضمن حل عربي وفي هذا كان له كان له جلسة طويلة مع جلالة الحسن الثاني وجلالة الحسن الثاني هذا موقفه كان أيضا وتحادث به مع القيادة العراقية أرسل لهم من يتحدث بهذا حسن كما أعلم وكما صدام رفض يعني صدام يعني صدام يعني رفض وكان صدام في موال آخر يعني صدام كان يواجه العالم يعني وكان العالم له سيول كبيرة في ذلك الوقت وبعدين لم يكن واضح الموقف يعني هو الذي حسم في الموقف في التدقل الأمريكي هو موقف في القيادة المصرية حسن مبارك بشكل خاص لو لا الموقف المصري لحسن مبارك كان ممكن يكون في حل عربي لكن موقف حسن مبارك يعني حسم الأمور لأن حسن مبارك قبل يعني حسن مبارك أخذ موقف يقطع مع العراق لا أنا الآن لا أتحدث عن قطع الحلاقات لكن يعني هو قطع حكاية يعني لم يكن ملتفتا قبل تدخل دولي يعني كان هو الضوء الأخضر الذي سمح بأنه يحسم الأمر لصالح تدخل دولي تقود أمريكا لحل الأزم في العراق قد نقول أنه لم يكن هناك حل آخر لكن هذا موضوع آخر الملك حسين حاول هذا أبو إياد صلاح خلف حاول هذا ويجب أن لا ننسى أنه صلاح خلف قد تم اغتياله عشية بدء القصف الأمريكي للعراق لكن بعدها عقد مؤتمر للكوتيين في جدة طبعا الوالد كان يقدر الموقف الشعبي الفلسطيني يعني يدركه وكان جزء من الجهود اللي هي كانت كثيرة جدا وأذكر أنه كان له لقاءات متعددة مع سمو الأمير سعود الفصل الله يرحمه خاصة عندما جاء إلى الرباط ضمن هذا ودخلوا مرة سويا إلى اجتماع أظن كان لوزراء الخارجي عقد هنا في المغرب كانوا متفقين على هذا والسعودية كانت تتمنى أن يكون الموضوع ضمن حل عربي وأنا أيضا كنت إلى جانب الوالد في مكالمة كانت مع طارق عزيز يعني قال له سيكون القصف مستمر دائما وسيفعله مع العراق مع فوعلة مع محمد علي عندما فككت مصانعه هذا سيجد مع العراق فأرجو أن يكون الانسحاب سريع شايف لكن الأمور طبعا جرت وجهة أخرى عقد الكويتين عقدوا وقتها الوالد قال لي أنا مفاجأ أني أنا لم أدعى لهذا المؤتمر قلت له كنت ستحضر طبعا لماذا لا أحضر وتوفي الوالد قبل أن يعلم السبب الذي لم توجه له دعوة فيه للحضور وأيضا السبب في تصوري اللي كان وراء سعب الجنسية الكويتية منه يعني هذا علمته من خالد قطمي رحمه الله وهو كان قريب من الشيخ صباح قال لي عندما حدثني عن هذه الحادثة التي سأذكرها قال لي لم يتكن تعرف الوالد يعرفه قلت له كلا قال لي الوالد كان يعني مفاجأ قال لي أنا التقيت في هاني الحسن وكان وقتها في السعودية في الرياض نعم شقيق الوالد وقال له لماذا تلتقي في الصباح الشيخ صباح قال له لا لماذا لا قال له حرتب موعد فحدد موعد في اليوم الموالي لسبب ما أنا لا أعرفه غادر هاني الحسن الرياض قبل الموعد بساعات غادرها جوا ويبدو أنه غادرها من غير أن يعتذر عن الموعد وحسب التقاليد القبلية لا يتوقع في مثل هذه الحالات أنه هاني لا يحضر لقاء من هالنوع أو يحضر من غير أن يعلم شقيقه الأكبر شقيقه الأكبر والوالد الحقيقة لم يعرف لا بالموعد ولا بعدم حضور الموعد لم يعلم بهذا وتوفي يعني في الأربعة وتسعين يعني سنوات حوالي ثلاث سنوات بعد الحادث وهو لا يعلم عنه لا أنا لم أعرف هذه القضية حتى إلا بعد يعني هذه القضية عرفت حتى يعني عرفتها متأخرا يعني في أثناء في لقاء يعني حصل أنه لقاء مع خالد قطمي لا أذكر هل كان اللقاء في الرباط أو أين كان اللقاء مع خالد قطمي في بيروت لا أذكر أنا يعني لم أذهب إلى الكويت مرة أخرى لأراه وخالد قطمي احتفظ بعلاقاته القوية مع الوالد بالرغم من كل ما جرى لأنه تسحبت الاجنسية من الوالد وكان فيه الصحافة يعني كانت تشهر بالوالد هؤلاء الإرهابيين الناكرين الجميل إلى آخره الذين جعلوا من الثورة تجارة إلى آخر هذا الكلام الذي يعني يردد من بعض الأقلام الحقيقة اللي ليس غريب أن تتقول مثل هذه الأقاول لكن الوالد ظل له علاقات خاصة تربط بلكويتين بجعل الشخصيات المهمة التي التقت فيه أكثر من مرة وكانت تزوره وأيضا لم يتأخروا عن التعزية بوفاته عندما توفي لكن هذا كله كان يتم بصمت لأنه سحب الجنسية لم يأتي هكذا مرة واحدة سحب الجنسية عندما خرجت القوات العراقية ودخلت القوات الكويتية مع القوات الأمريكية حينها اقتحم منزلنا وكان فيه عمي علي وعمي علي كان في الأردن يعني مع عائلته يزور الأردن في ذلك الوقت وطلب منه من الأصدقاء الكويتيين ومنهم العدساني اللي هو كان يعتبره شيخ المرابطين في الكويت وطلب منه أن يأتي لتنسيق العلاقة بين الكويتيين والفلسطينيين وأبو عمار طلب شخصيا حينها من عمي علي أن يذهب إلى الكويت وقبل الاشتياح بفترات بسيطة طلب منه الوالد أن يخرج لكن رفض عمي علي الخروج إحنا كنا خرجنا من الكويت يعني العائلة خرجت منظل من الكويت لأنه اتصلوا فينا بعض الأصدقاء وقالوا لنا أن بقاءكم في الكويت الآن خطر وخطر يعني بسبب الوضع الأمني المتوتر بين الإدارة العراقية في ذلك الوقت وبين الفلسطينيين ونحن طبعا كنا في منطقة كويتية وعلاقاتنا مع الكويتين فهذا كان يعني كان يضع تحت مرمى الخطر العائلة وبشكل خاص شقيقي الأصغر اللي كان نشط في ذلك الوقت في العلاقات يعني الطيبة بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر